السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم حبيبي يا رب تكونوا بخير انا ممكة وضي قناتي لو اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لايك للفيديو النهاردة هنعمل معاكم صانية قفتة بالبطاطس بطريقة حلوة وسهلة وسريعة صانية المستعجلين وان شاء الله نتيجة هتطلع حلوة قوي وتقدري تعمليها جنب رزة ابيض او رزة بشعرية او تكلوها بعيش كده مع الصلاة فل هقول لكم اقدرنا وتابلنا اللحمة ازاي هنعملها ان شاء الله بتابلها مختلفة خالص ما عملناهاش قبلك ده في القناة وتطلع معاكم طعمها خصير جدا والبطاطس كمان هتشرب من الصوس بتاع الكفتة ويطلع طعمها حل وقوي هقول لكم هتعملوها ازاي وبسرعة وفي دقايق بس قبل ما ابدأ الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لايك للفيديو معايا هنا نصف كيلو من اللحمة المفرومة ومعايا بقدونس مفروم معايا بصلايا كده فرماها ناعم يعني ومعايا كمان البهارات بتاعتي ملحة وفلفل اسود وبهارات لحمة وبابريكا ونصف معلقة بيكن بودر ومعايا معلقة كبيرة بقصمات ناعم مطهون ومعايا تلات فصول ستون كده مهروسين وبضايا هي دي التدبيلة اللي هنعملها ان شاء الله للكفتة النهاردة وتطلع معاكم طعمها حلو جدا هبدأ كده في طبق اوفو بقول اي حاجة موجودة عندك هنزل بنص كيلو من اللحمة وتقدر ضعف الكمية كل حاجة هتزوديها يعني دي ربطة واحدة بس من البقدونس ممكن تخليها تنين البيت تخليه تنين بصلتين كبار لو انت عاملة كيلو من اللحمة انا عاملة نص بقافة حطيت عليه البقدونس المفروم وبصلايا كبيرة برضو مفرومة ناعم ومعلاقة واحدة بس من البقصمات الناعم والبهارات بتاعتي وتلات فصوص طوم واحط بضايا واحدة بصو هنزل بكل المكونات دي كده لسه اول حاجة في الوصفة بتاعتنا التدبيلة بتاعت اللحمة هي اللي هتدي طعم للصانية حلو جدا هبدأ بقى اقلب كل المكونات دي كده مع بعض الحاد ما كل الحاجات دي تتجانس مع بعض كويس وتبقى عجنة عجنة واحدة يعني ما ببقاش باين فيها البصل من من الخضرة بتبقى كلها عجينة واحدة بتاخد معاك خمس دقايق عشان تطلع معاك بالشكل ده هنبدأ بقى نجيب بقى الخضار اللي هنعمل بالصانية بتاعتنا معايا بطاطس مقتعطر انشاط زي ما انتم شايفين كده ومعايا بصلاية واحدة حلقان كده ومعايا برضو فلفل الوان لو انت عندك اخدر هيمشي ومعايا طماطمية برضو ومعايا ملح وفلفل اسود هنجيب الصانية بتاعتي بقى هنزل بحبيتين بس خفاف خالص من البطاطس ومن البصل بص دي بصلاية انا عملها ترنشاط كده زي ما انتم شايفين وطماطمتين واسط برضو عملهاهم ترنشاط وفلفل عندي الوان لو حباها زبايسة هتزوجي فلفل حامي وياخد من البطاطس دي حبيتين كده معايا بس وهسيب الباقي نكمل بيه الصانية هنزل عليهم بقى ملح وفلفل اسود لازم نتبل معايا الخضار ده كويس هبدأ اقلبه كده مع بعض كويس عشان يشرب من الملح والفلفل ويبقى كل معايا حاجة في في الصانية تبقى متبلة كويس كده خلاص تمام قوي عملتهم طبقة كده في في الصانية هبدأ بقى اجيب الكفتة بتاعتي وعشان اصبعها معايا حجم الصابع زي ما انت عايزة الكفتة دي مش بتكش معاك ان شاء الله غير الكفتة التانية خالص يعني عمل لي حجم الصابع اللي انت عايزي انا خلاص عملت اول صابعة عمل معاكم بس سبعين تلاتة كده تشوفوهم حلوة جدا ومش بتلزق وحلوة جدا في ايدك وطرية قوي والحطة طلع حلوة جدا احنا عملنا الكفتة بكزة طرية قبل كده في القناة وكل ما هيكون عندي طريقة جديدة ان شاء الله هقدمها لكم بس بصراحة طعمها طلح حلوة جدا جربوها والخضر اللي فيها كمان الطعم قوي بقى طعمه خطير قوي هبدأ بصوا كده اكمل الصانية كلها بالشكل ده عشان ما اطولش عليكم كده خلاص كنت خلصت النص كيلو عمل معايا كمية حلوة قوي هبدأ اجيب البطاطس بتاعتي بقاوف آآ وبين كل صابع كفتة وصابع هبدأ احط واحدة من البطاطس شريحة من البطاطس كده زي ما انت شايفين بصوا بالطريقة دي هدأ رصها كلها زي ما انت شايفين كده انا الصانية بتاعتي اديها سويها على البتوغاز من فوق عشان كنت مستعجلة لو انتو حابين تحطها في الفرن هتاخد معيك نص ساعة وهي متغطيها بالفويل وتكشف الفويل عليها عشر دقايق بس تاخد لون من فوق لو هتعمليها على البتوغاز مش هتاخد منك عشر دقايق كلها كده وخمس دقايق على الشوية انا بحب بعملها على البتوغاز ما بتاخدش وقت معي خالص وبتنزل الصوص بتاعها وبابقى شايفيها وتمام قوي واول ما بتستوي معي خلاص عشر دقايق على البتوغاز بدخلها الفرن على الشوية بتاخد معي خمس دقايق لون بس مش اكتر لسه بقى في خطوة كمان هنعملها قبل ما نبدأ سوا فيها انا كده 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 خلاص برص معي البطاطس وفضل معي بطاطس تاني هبدأ احطها في الجناب كده بتاعة الصانية وجبة موتة كاملة زي ما قلتلك حبها بعيشها تكليها حبة تعملي جنبها رزة ابيض تمام اوي هتمشي وستبقى زي الفل معيك بصوا شكلها ما شاء الله عليها شاهي جدا كده تمام خلاص جزة معي فاضل معي التشريبة اللي هعملها ليها هنعملها صوص طبعا عشان تبقى طعمها حلو معي معلقة كبيرة من الصلصة واحط عليها ملح وفلفل اسود وقباية من المية السخنة وهبدأ اقلب كل ده مع بعض كده كويس لحد ما الصلصة تضب معي في المية السخنة وهبدأ انزل بيها كده على الكفتة بتاعتي التشريبة دي بتدي طعم حلو جدا وبتخلي الخضار يستوي معيك وبيشرب من الصلصة وبيبقى لونه حلو قوي انا نزلت خلاص التشريبة كلها كده على الكفتة وعلى البطاطس هبدأ اجيب ورق فويل بقى واغطيها عشان ابدأ اسويها اغطيها كده كويس عشان تستوي معي بالبخار بتاعها انا ما حطتش عليها اي مادة دهنية خالص عشان اللحمة بتاعتي فيها نسبة من الدهون هبدأ بقى اولى عليها على البتجاز وهواريها الكتيني بصوا حبيبي بعد خلاص اول غلوة ما فيش خمس دقيق بصوا كده بقيت نص سوا معي تمام قوي انا هسيبها شوية عشان البطاطس كمان تستوي معي وارجع قبل ما اطفي عليها واريها الكتين بصوا كده قد خلاص البطاطس معي بقى استوت خالص وقفتها تمام خالص معي تمام هبدأ بقى اطفع عليها ودخلها عشوية هتاخد معي خمس دقيق مش اكتر تاخد لون بس معينا وهطلع ورايها الكتيني بصوا حبيبي ما شاء الله عليها صبع الكفتة ما كشش معي البكن بودر بيساعد ان الكفتة ما تكشش والبضايا كمان والمعلاقة بتاعت البقسمات حلوة جدا في الكفتة وبتديها طعم حلو وتست مختلف خالص عن اللي عملناها قبل كده 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 كانت خلاص بالف هانا وشفا وجبة متكملة وبتاعت زي ما قلتلكم مستعجلين يعني ربع ساعة وهكون جهزة معاك يمكن خدت مني انا وقت عشان التصوير بس هي معاكم ان شاء الله مش هتاخد وقت خالص جربوها بجد طعمها حلو وتستهل انك تجربيها ولو عجبكم الفيديو النهاردة ياريد بقى تشتركولي في القناة وتفعل الجرس ولايك بينهم الى الفيديو